شون ما تقل له عمي أنت على باطل هاي العقيدة باطلة اللي تعمل عليها ما يقنع مولاي ما يريد أصلا وهو مصر على ذنبه مصر على فعلته مصر على عمله زيد عندنا في المقابل غزو عسكري هذا الغزو الفكري عندنا غزو عسكري أكو بعض البلاد طبق الروايات تغزى غزو عسكري غزو عسكري وهو من أشد أنواع الغزو طبعاً أخوان الأعزاء هذه من العلائم الغير حتمية يعني روايات من العلائم الغير حتمية إما أن تقع أو أن لا تقع إذا وقعت إذا وقعت فهي من علائم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه علي الغزو العسكري مولاي إلى دوره إلى دوره كلش عظيم زيد وكل الغزو إلى مخطط وإلى خطط وإلى مقدمات وإلى تناسب مع الزمان مع المكان مع المجتمع اللي لا مدأ يغزى وأكو بلاد تغزى هذه البلاد تغزى لأهمية ألا نطرق أنا لبعض البلاد هذا البلد يغزى لأهمية أهمية يمتلكها هذا البلد هذا البلد يكون ممهدا لتوطين الإمام الحجة سلام الله عليه هذا البلد محل مثلا عاصمة حكم الإمام الحجة هذا البلد أنصار الإمام أكثر من هذا البلد مثلا زين بعض أنصار الإمام من ذلك البلد فهذول يغزون البلاد التي يكون فيها أمر الإمام نافذا الإمام يكون أمره نافذ في تلك البلاد مولانا الكريم الآن من البلاد مولاي العزيز من البلاد التي وردت فيها روايات كثيرة طبعا تحقق هذا الشيء روايات كثيرة في غزوه هو العراق غزو العراق والروايات في غزو العراق كثيرة من قبل أكبر دولة بالعالم من قبل الدول أن هذه البلاد تغزى وتغزى لأهمية العراق لأهمية هذه البلاد بلاد الرافدين ولأن عاصمة حكم الإمام الحجي أخواني ظهور الإمام من مكة المكرمة لكن عاصمة حكم الإمام كعاصمة حكم جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه وين الكوفة الكوفة مولانا عاصمة حكم الإمام الحجة بن الحسن العسكري سلام الله عليه الإمام الحجة وهي عاصمة حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه طبعا هسا أهمية راح أطرقل إن شاء الله خلال البحث لكن الروايات في ذلك وردت في غزو العراق والآن غزو العراق اليهود النصارى غزو العراق ودخلوا في العراق وذبوا الويلات جاءوا بالويلات بالمصائب في العراق وآثارها و�адцنابها إلى يومك هذا موجود في العراق أذناب النصارى أذناب اليهود موجودة إلى يومك هذا البعض من يدعي الإسلام البعض من يدعي التشيع من يدعي التسنن وضح مولانا قاعد يمشي على خطاهم العقايد الباطلة العقايد الباطلة التي يملكوها البعض منهم خلوا أثر باهظ فكري عسكري آثار كثيرة مولاي زين منها ورد عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه قال أول الخراب بمصر والعراق ذكر مصر وذكر العراق أول الخراب بمصر والعراق العراق الآن رأينا الغزو وكذلك الآن مصر أيضا رأينا الفتن والقاتل والتهجير ورأينا ما رأينا في مصر هذه من عليهم ظهور الإمام الحج السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة